موسيقى مشاهدين الكرام مساكم الله بالخير احنا العراقيين ما ظلت جهة او واحد ما عنده لا ذمة لا ضمير ما رقص على جراحنا ولعب بينا طوبة واستغلنا وسرقنا وباقنا ودمرنا ونقسف احوالنا ومن بين هاي الجهات اكو ناس هي عبارة عن شبكات نصب واحتيال تحت يافطات مكاتب بيع وشراء الدولار وصرف رواتب المتقاعدين والموظفين بالدينار البعض من هاي المكاتب شو سوي تنطيق راتبك بشكل طبيعي وتمارس النشاط القانوني المحدد من قبل بنك المركز العراقي ووزارة المالية ووزارة الداخلية وماخذة اجازات بشكل قانوني للعمل بالعراق وخارج العراق طبعا ولكن شي سوون يستغلون مهنة التوسط في بيع وشراء العملات الاجنبية لممارسة لعبة قذرة شنو هاي اللعبة القذرة تعال يا حيدر انت ما متعين اكو واحد يعينك بتجيش ياخذ خمسين ورقة تعال هاكو الخمسين ورقة روح تفحن وتعين ومن يصير راتبك نقطع منك المبلغ القذرة وين القذرة انه الورقة الوحدة ما تسدد بالدولار تسدد بالدينار بسعر ورقتين يعني الخمسة صارن عشرة الاف دولار واكثر هاي وحدة اثنيا تعال يا متقاعد وتعال يا موظف ما اكو انت مستفيد من سلفة بالمصرف مثلا ولازلت تسدد اقصادها او ما حصلت من المصرف سلفة تعال انا نطيك سلفة وبنفس الطريقة ارهن الراتب مالك الي واجتنا شكاوي كثيرة للقناة ولي شخصيا حول هذه الجرائم والممارسات يقول لي استاذ اتفقنا الاستقطاع هلقت بالشهر لمدة هلقت صار سنة فوق الموعد ولا زال يستقطع مني ويسرق وكأنه هاي اللعبة القذرة انفرضت علينا فرض احنا العراقيين بسبب ظروفنا الصعبة اللي واقعين احنا بين مطرقة الفاسد اللي ما ينطيني سلفة الا ب برشوة او هدية او ما ينطيني حقي بالتعيين الا برشوة وبينسندان الحاجة الملحة للوظيفة او السلفة طبعا هاي المعلومات الدقيقة حصلت عليها بعد ان حشيت مع اكثر من صاحب مكتب من الشرفاء داخل العراق ولكنهم رفضوا الظهور على الشاشة كضيوف خوفا من المجهول المجهول شنو ما حد يعرف يعني هل هاي المكاتب هي واجهة لعصابات اكبر هل وراهم جيوش من الارهابيين والمجرمين الداعمين النشاطهم او محميين من قبلهم تحت شعار الخوات الله اعلم ما حد يدري اي ابو مكتب يقول لي استاد حيدر انا حاضر وبخدم تكنطيك كل المعلومات هم اللي عبروا لي هاي المعلومات كلها بس ما لطلعوا ياك الله يخليك اعفئني انا رجال صاحب عائلة طيب انت رجال صاحب عائلة هذا الموضوع خلاني امشي من وسيط الى وسيط الى وسيط الى ان وصلت الى صاحب احد هاي المكاتب من الشرفاء اللي كان هو اصلا ضحية للعصابات اللي تاجرت باسمه هذا الضحية هو السيد زيدون التميمي صاحب مكتب صرافة في اسطنبول بتركيا اللي وافق ان يطلع عبر سكايب ضيف عزيز وياي يعني بعد ان اتفقنا على هذا الامر منذ ما يقارب اسابيع ونحن نحضر لهذا اللقاء وشلون رح نطلع ويا زيدون وشلون رح نكشف الحقائق وشلون رح نعري الفاسدين ايضا رح تكون وياي عبر الاتصال الهاتفي السيدة ازهار جبار وهي ايضا من تركيا اللي كانت ضحية لعملية نصب يقول السيد زيدون انها ضحية الضحية يعني باسم مكتب السيد زيدون تم النصب على هاي المسكينة وراحت فلوسها خلوني بالبداية ارحب من اسطنبول ابرسكايب بالاخ زيدون التميمين اخ زيدون مساك الله بالخير الله يمسك بالنور السلام عليكم وشان صح حبيب وستاذ حيدر اخ زيدون بالبداية عرفنا بحظرتك وين يقع مكتبك واندك مكتب بالعراق لو بس بتركيا انا مكتبي فقط في تركيا كان بمنطقة اف جيلر طبعا المكتب تعرض للعلاق بسبب يعني اكثر من ضرف من ضمنها انه تشوي السمعة اللي صار يعني انه الجماعة اللي اجاء أو اللجنة اللي اجت التسليم مالتهم كان من خلال مكتبي والتسليم داخل المكتب عدي بس يعني كاعلانات اصلا كانت تنزل يعني من خلال اسمياني شخصيا ليش احنا فدنا العالم لما اتفقنا على آلية اتفقنا على مبالغ اتفقنا على اشياء صارت بيشارات ثانية لهذا يعني اللي انضر بالموضوع هو احنا كما كانت سلموا باسطنبول سلموا باف جيلر عفون يعني بانقرة سلموا بمفضات ثانية وباسم اكثر من مكتب الضررر والعالم كاملين وقلعا كمكتبنا هسه حاليا احنا في منطقة اسنيورت باسطنبول بالبناء الاسود وقبل نظر عن اسم المكتب احنا جاهزين يعني وانقصر وياي شخص بالنسبة لللجنة لما وصدوا لهنان كانوا يوموا اراق رسمية وتراخص من عدة هيئة من اكثر من بنك اللي يصرح لهم أنه يتعاملون بالأمور اللي تحضرتك فضالت عنهم لما وصلوا للهنانة فهمونا أنه هم من التقاعد لجنة من التقاعد بازيهم إلى إسطنبول أو إلى تركيا لمساعدة الناس اللي موجودين هنا وأنه هاي القروض تمام مسموح بيها أصلا يعني من نفس التقاعد وأنه بناء على هذا فهمو الناس من تجيزة بصم تطلع معلوماتك على المنص ويطون عفوا منك عقد ورقي طبعا ما أحد وقع العقد هذا ليش لأنه صاحب الشركة أو المنصة بالعراق لازم لما نتروح للعقد تتوقع فعلا أن توقعت أولى هي بس عقد على الورق ليش لتباصم على جهاز ما أحد يشوفون يعني شاشة الكمبيوتر مالتهمون فلا تعرف شقدر ما بلغماتك ولا شقدر الاستقطاع تمام هاي كآلية مثلا اجوا هنا نشتغل بيها باسمنا فالناس يعني عفوا منك طبيت على مكتب طبيت على مكتب طبيت على مكامات تقول لهم مثلا والله تطب على مطعم تقول لهم أنه نجاب الطاعماتك يمسوي لفات فيها لا تأتي تقول للمطعم مثلا هذا مواخذ بيها مشكلة فإحنا كمكاتب الناس يجب تقال سيدتوا بيكم مشكلة حتى لو استضغطوهم ينكون مفرطة كل يتأكدونه إلى آخر هاي النقطة لولا أستاذ حيدر النقطة الثانية بورا ما طلبنا ورقهم للجماعة هي لعبة هي يعني كجهة مطيتهم التخويل سامحت لهم أنه مثلا كأي حساب تاجر من هذه الجهة؟ آه هي جهة مثلا الشركات مثلا وصائط ما بين المتقاعدين والبنوك هاي كشركة إنجاز شركات هيئة التقاعد والبنوك بكافته هم كوسطاء يسمحوا لك أنت كأي شخص بالعراق أو كأي مستثمر أنك تسوي حساب تاجر تطمن خلال أشياء بالأقصاد إلى آخر مشترطين من خلال بنوتهم على موضوع المستفيد أنه ما يأخذ كاش وممنوع يطوم يعني التاجر اللي يطلب الأقصاد ممنوع يطلب شيء كاش أو عملة كاش لهذا ما كانوا يبيعون دولار عموض يتهربون قانونيا مثلا إن شاء الله يسلم دولار يستلم عراق وفعليا بالعراق ومواجهتهم يشتغلون مثلا بأجهزة كهربائية أو بغض النظر شنو الشيء اللي يقدمون أقصاد بس على نفس الحساب ما الذي يقدمون هاي القربوس اتفاقهم كانوا بوكتها قبل سنتين تصريف الورقة بمئة وعشرين ألف شنو يبيعوها للناس بمئة وخمسة وعشرين من مبدأ إنه إحنا قليلهم دائما وخيرهم وكثيرهم مقطع ونأخذ فائدة وما بيهربا ونجعل العالم تستفيد نشرناها لعد شو رسالفة الورقة بورقتين اللي يقل بيحتي على رأسي مو يوجد بيحتي صاحب الأصحاب المكاتب قل لي الورقة بورقتين لا يعرفوا منك هل هي الورقة بورقتين الورقة بورقتين الورقة بورقة ونص أنا جايك بالحتي اي وممكن توصل لثلاثة اي فهموا الناس إنه الورقة بمئة وخمسة وعشرين يعني على كل مئة وعشرين اللي يأخذون فقط خمسة آلاف عراقي لاغير وإن حصلت للوحد اش سلفت العالم ديق واحد قام بيقول الثاني منشورين ثلاثة على الفيسبوك الناس كلها قامت تجين من المحافظات نحن قلنا عدم مؤاخذ يعني إن شاء الله ما بيهم مثلا مضرة للعالم تستفيدوا العالم هنا عدم مؤاخذ يعني نسبة كبيرة من العراقين كأنه اعتمادهم على هذه الرواق يعني مو فقط متقاعدين سلموا بحايا ارهاب سلموا 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 إلى آخر كافة المستفيدين فأعداد هائلة اللي اجتنا وأنه على الشي مثلا ما بيربوا ما بي مضرة اليون هيشيش هذرات بجاني فأستلم مثلا قبل شهرين قبل ثلاثة عن طرف سنة اللي صار أنه يسلمون عقد مكتوبة علي أرقام ومكتوبة علي الأسماء بس هذا العقد عبارة عن كم صفحة لا تحلو لا تربط والناس كلهم اللي راحوا على المحاكم العراقية قال لك هذا العقد ما يقوم لأنه سمهم مقامي صحيح يعني راحوا للمحاكم قلوا لهم القانون لا يحمل مغفلين راحوا محاكم أفونا وكناس راحوا بأشائر راحوا عليهم عزلوا لهم يا هي اللعبة كلها في المنصات يومهم يعني سأعني مثلت دائما في الوسطى أستاذ حيدر تأتي أنا أقول لك ماريت تأتي أنا أقدر أقول لك صحيح أو لا نفس النظام هناك في المنصات هم بس دقما داسا انتهى الموضوع إن شاء الله ثاني أكناس طلبوا مثلا يعني من المنصات ما الإنجاز وإلى آخر هي الوسط أمالتهم طلبوا كشف بإن شاء الله تايا ووصلتهم بالإعراق وطلع أكناس يعني عندهم الورقة محاسبية بثلاثة أكناس الورقة بورقة هو على المزاج على المزاج يعني هالرقم فعلي لا يوجد إن شاء الله ثانيا أكون عندهم بنت مثلا يعني 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 هو نفس كبنت قانوني الجماعة الشياطين عندك مبلغ مثلا يعني الجماعة الشياطين بالقانون والشياطين بالفلوس والشياطين يعني أستطيع أعطي المثال أنا مدين من عندك بورقة 100 دولار التزديد مالتها بين وبين الاتفاق 105 أو 100 أو 200 نبغى بالنظر عندك إذا تدفع لي كاشت مثل ما هو إذا أنا أستخطع عن طريق البنك عن طريق المنصات أخذ زيادة 14% زيان هاي كل هم موقعين عليها بصمين عليها ويطلع لي أن يأخذ 14% زيادة مثلا أو الرقم المتفق عليه بالعقل فبنان عليها هذا يصير لأنه أنا يستخطع الفيترون أنا بتركيا يعني يطلع لأ هناك بند شيطاني ما ينتبه المواطن من فرحته أجه 5,000 دينار على الورقة وقع بدون ما يقرأ ما بين السطور مو هذا التي تقوله والشيطان فيه ما بين السطور بطبط بحيث لا انتبه على البنود ولا انتبه على الشعرات هاي مالتهم إحنا كل شهر نكتب والله أستطيف الجماعة هذول وإستطيف الجماعة هذول وكم الأمور تكون بين أنت مش قد يطلع لك المبلغ قد الاستفتاح هاي تدري تفتين بها وهي استفسار هي اللجنة الرئيسية جدا زيد هاي اللجنة وانصفة بها الدهر موجودة حاليا أكثر من شك عليهم باسماءهم وباسماء شركتهم بالعراق بصراحة رحت وعلى أساس أن ننهي الموضوع مع الزبائن كاملين ومعاودي مضرعتوني صار علي شكاوي إلى آخر هاي النسجة تفتماني اليوم باتشور اليوم باتشور عزلوا وتحورها بشارعين رحوا لهم ناس عشائرية همين دخلوا عشائرية إلى آخر تهديد ما أدري شنو همين وين يعني عزل سد التليفون وزاد عليهم وين تلقى هذا صح يعني العالم هنا والله العظيم واحد من المستفيدين صبر أنه يقول لنا أنتظر الراتب يبقى مرات فيه على مدى أطلع بيلي العراق وراء على مدى أروح أشوف ما يصير الراتب هاي من المواقف مثل الإصاب أجت ناس هنا أستاذ حيدر يعني والله العظيم كبيرة بالعمر والدنيا جائرة عليها بس ما تبين أجت يعني تنصبون على الناس هذول هي العالم من هزمة من الضيم صح لو لا زيد احتي بالنسبة للعراق هز أجي لك بالنسبة للهنان التركية سلموا بإسطنبول سلموا بأنقرة سلموا بإيلة وسلموا بأكثر من محافظة ويعني ونصف بيهم يدهر حاليا يعني قالوا أنه بالعراق أو يقولون بالعراق أو الأخبار يعني الأخير أنه بالعراق طبعا يعني قبل فترة طويلة يتواصلوا ويأهم ناس يسولهم مباشرة إبلاغات أو يشوفون ما يجاوبون عندهم الطبع هذا وما تلزم هذا طبعا كل فترة يعني لأنهم يطلعون على مصر على الأردن إلى آخر يشوفون أين يكون أماكن بيهم مستفيدين عدد شبير من الناس يهجمون عليهم يعني استهداف للمستفيدين العراقي يعني مثل الوحوش وين تلقى فريسة شمريحة مثل العتاوي وين تشتم ريحة لحمة دجاجة تهجم تلقاها ببابك يعني بالكلمة استاذ حيدر همين يعني لو لحمة دجاجة الواحد يتوقع بها المجال بس هؤلاء على الفضائز يا الله على المساكي لأن دول مو بشر بشر دول اسمع استاذ حيدر يعني الفوتة مالتهم الإنسان اللي قدامك يا اخش قد متدين اش قد صادق اخش قد شبعان عين من الفلوس يعني ويحسسك يعني حتى القشعريرة اللي بداخل استاذر يعني من قد الإيمان والتقوى اللي يعني ماضح زين زيدون خلينا حتى الكلام ياخذ منحة آخر نعم خلينا ويانا الست أزهار جبار هي أحد الضحايا وهي تقول أنها ضحية لمكتبك وأنت تقول أنها ضحية الضحية خلونا نسمع من الضحية ومن الضحية الضحية من ست أزهار ست أزهار ما ساتش الله بالخير أهلا وسلم استاذ نور إن شاء الله عليكم الله يسلم ست أزهار شنو قصتي شتوية المكاتب هاي والله أستاذ قصتي يعني شنت شوية محتاجة سبحان الله بصدفة ده أقرب الفيس ولا أشوف إعلان عن سلفة بدون فائدة يعني يعني بصراحة أمرأة كبيرة وأستحرم فما أأخذ أقدر أأخذ سلفة من المسرخ بس ما شفت هذه بدون فائدة فراحت قلت هاي الله دزلي يا رحان الله مزيد تواصلت ويا الأستاذ زيدون وخبرني يا ببلا ربا قال بلا ربا هاي يتّعون أنت وين مكانك أأن فلان مكان رحت فلقيت جماعة يعني موجودين وهذه لجنة قلت يا ببأ تون شنو قالوا إحنا لجنة من التقاعد جايين لتسهيل أمر المتقاعدين خالة يطيكم العافية دعينا لهم وفرحنا بيهم المهم يا ببأ ما تأخذون فائدة قال لا حجية ما ناخد ناخد خمسة على الورقة زين قلت له معقولك وهي شي أنا يعني المفروض مريه ودارثه وخريجه يعني بس سبحان الله النقاء اللي بينا وصفاءنا نصدق بكل أحد مع باري أكو أحد يجي يتعلم للعراق حتى يجي آني يبوق متقاعد وقاعد بالغربة والله يتعنون للمريخ ذوله والله العظيم يقعدون على اللبصة شو يسوي والله العظيم فأني عادينا قلت له يا با شاف الراتب بالتي ستمائة ألف شان يقول لي قلت يا باش قلت يطلع لي قال 24 ورقة زين يا با شون تاخذوها قال احنا ناخد أقل من النص يعني 250 يطلع بالشهر يا الله فرحانة طلعتاني طايرة بالفرح الله شاهد فرحانة أقول رب يدزلي إياها زين شو هذي بلش ثلاثة شهور يقصون 250 بعدين بدأت القص أربعمية وسبعين أربعمية وثمانين الحد الآن آني موصلة الثمانعش مليون ثلاثة عش مليون قاصين مني الله شاهد لحظة ستة زهار حد الآن ستة زهار بس لحظة أول مرة قصوا 250 ألف بالشهر جد استمرت العملية أي ثلاثة شهر ثلاثة شهر يعني رجعوا رجعوا ستة أوراق بس لحظة أستاذ زينو رح أخليك ترد يعني رجعوا خلال ثلاثة شهر ستة أوراق وراها تقولين قصوا على أربعمية وسبعين أربعمية وسبعين يعني تستلمين تقعد وانت مرة وحيدة بتركيا وكبيرة تستخدمين مئة وثلاثين ألف المتبقي والله العظيم والله يطوني يطوني ورقة وعشرين دولار ورقة وعشرين دولار من شهر الرابع العام شهر الرابع 2019 لحد الآن هسه صار لهم شهرين يطوني ورقتين حنوا علي راحوا لهم أهلي وقرائبي وعشيرتي من هو هذا مكتب زيدون لو من هو اللي يطيج لا مو مكتب زيدون مع لي مكتب زيدون كواسطة لهم يعني جابهم وقعدهم من اللي يقطع من اللي يقطع يعني أنت ترحين الأي من فل الصرف يقطع هي شركة شركة المروج الخضراء موجودين بالمنصور طلعت شركة بعدين قال لي منصور قال لي زيدون قلت له يا عبالي التقاعد يقصون الله شاهد عبالي لجنة تطلعوا شركة طلعوا شركة طبعا نحن من باب حق الرد لشركة المروج الخضراء وكل من ورد ومنصة إنجاز وهيئة التقاعد الوطنية البرنامج جاهز لاستقبال ممثلين عنكم للرد على ما ورد في الحلقة من أمور تخصكم حق الرد مكفول ننتظر منكم إن شاء الله تواصلوا إياي أو تواصلوا إيا الإدارة حتى تردون على الموضوع كم لي ستة زهار أي والله سادة تدليت دزيت قرائبي راحوا لهم يعني يحشونوا إياهم إياه تاتة تدللون خابرتهم أحشوا إياهم يحشونوا إياه يردون علي راح لهم ابن أختي كان يقول له لا عيني قال يا بأتة هي شي متفق قالوا لا إحنا أضربها في ثلاثة الورقة أضربها في ثلاثة ورقة في ثلاثة يعني لما نقلت لما نقلت تاني ورقتين غلط لما نقلت الورقة بورقتين طلعت غلطان طلعت الورقة بتلاقي يا غلط في ثلاثة كل واحدة قالوا له ماشي ستة زهار ستة زهار خليتو يا أخط خلينا أرجع لستاذ زيدون نعم نعم استاذ زيدون إن شاء الله أحبيب السيد حيدر شين الفيلم؟ سيد حيدر قلت لك يعني هي لعبة بالقوانين واللي موجود عدتهم بالمنصة سدد كاش يطلع لك كذا ما يتسدد مباشرة كالسيستم يزيد المبلغ يعني ما يكو حتى حتى شاي لوك هذا اليهودي اللي مذكور في رواية تاجر البندقية هاي اللي كلنا درسناها احنا لعدتك درسناها بالسادس عدادي ميرتشنت أو فينس تاجر البندقية هم ما ياخذي شيء فوعد ما سوا اليهود ما سواها والله اليهود ما سوا أشوى ثاني سمح لي الغالة سار قالت لك أول ثلاثة يعني أول ثلاثة شراء اختطاع كان طبيعي فعلياً الناس كلها جاءت هنا اختطاع طبيعي لدرجة أنه قمنا نخابر عزبوا عن ناس اللي استلموا واختطاع من قائتهم عمودة أن أكد الناس اللي صار أنه اختطاعهم طبيعي أول ثلاثة شراء لا أوقف 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 لي أوقف لي زيدون أوقف لي لا لا مو طبيعي شنو أنت تقول لهم سلفة تقول لهم هاي الشركة سلفة بدون فائدة استقطاع طبيعي بدون الربا الاربعة وعشرين ورقة الاربعة وعشرين ورقة كل شهر ورقة المرة قاصة من عدهم للشهر الأول والثاني والثالث مئتين وخمسين ألف بمعنى ورقتين نعم نعم استقطاعي شهذا اسمح لي الاستقطاع مو منعدي أول شي لا لا مو منك مو منك أفوا 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 سيدون بس اسمح لي الاستقطاع مو منك أنا ده أقول استقطاع من الشبكة الشيطانية اللي استقطعت نعم نعم شنو مو طبيعي يعني أنا متحفظ على كلمة طبيعية يعني مو مني كرقم مو منطقة أبدا مو مني كترتيب اللي صار شنو أول ثلاثة شهر الناس كانت قلت لك واحدة خبر على الثاني نحن نخبر على الناس اللي نزلت استقطاعات يعني أرد يعني مثلا ما أخذ سلفة ونزل استقطاعي مضبوط وسلفة تبيدي يعني تجي تستلمها كاش بدون أي تأخير مباشرا يعني ما بيها أي مشكلة فالناس قامت واحدة يجيب الثاني هذولة طلعوا مننا نسافر ونحن يلا شهر ونرجع إن شاء الله راحة ورحة وبدت الاستقطاعات تتدبل على العالم على حد علمك زيدون إذا سمحت لي المصرف إذا يريد يطسلف شكرا نسبة الفائدة والله هو حسب المصرف أكون مصارف إسلامية أكون يطيق مثلا عن راتب أكون خلال فترة التزديد لا لا هاي اللي موجودة بالعراق الآن اللي تطسلف خمس ملايين وثلاث ملايين وعشر ملايين للمتقاعد والموظف هاي كان سبع بالمئة هاي المتعرفة عليه يعني يعني والله يعني هو حسب البنك سأكون مثلا هي اللي متعرفة عليه أغلب شي خمسة ما بين الواحد ونصلي خمسة خمسة بالمئة يعني أنت هاي الشبكة هاي الشبكة هاي استقطاعها بلا فائدة المبلغة لأربعة وشرين ورقة هاي قد تصير مال ستة زهار هاي قد تصير على حسابه يعني نضربها بثلاثة أربعة وشرين على ثلاثة لا في اثنين إذا من المصرف ستة ورقة مالتها لي بالبداية صلع لك نسبة الفائدة مالتها يعني أنت حشيت بال يعني ما أقل من الاربعة وعشرين يعني يعني ما قد عدد الضحايا ما يقلون عن الألف ما قد عدد الضحايا اللي مثل ستة زهار ما يقلون عن ألف أقول لك اللي عن طريق مكتبي مو كل استلم أكو منهم مثلا مشاكل بصمة مشاكل برات متوطق شهادات الحياة إلى آخر يعني لا يقلون عدد الناس اللي إجاوا عن الألف شخص بس مكتبك ألف بس مكتبي هذا شكذا برايك المكاتب الأخرى أنتو 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 تقريبا بدون اسمار يعني كل منطقة تقريبا أكو ثمين ثلاثة رئيسات هكذا كتسليم رواتب وأنتو كم منطقة أكو بتركيا كم المناطق هنا يعني طينا رقم مية مئة منطقة يعني عدد محافظات تركيا واحد ثمانين هنا واحد ثمانين واحد ثمانين فيه ثلاثة أنا شوية ضعيف بالرياضيات التاب وحاسب وتعرف فر التليفون إذا تقدر ثاني بس خليك وياي بالصوت هسه بينما ترتب الصوت واحد ثمانين فيه ثلاثة إخوية زيدون أسمعني أسمعك واحد ثلاثة فيه واحد ثمانين فيه ثلاثة أخوية أنا ضعيف بالرياضيات وياك مية وستين باثنين وثلاثة تعدد لا واحد وثمانين منطقة بتركيا ضربها فيه ثلاث مكاتب تركيا بتلاثة لعفو أنا ويا حسبة الشسمة لا أريد المكاتب ويا حسبة الفائدة مالتهم اي تعالي ايش قد يصير العدد ميتين ميتين واربعين ميتين وثلاثة واربعين مكتب ميتين وثلاثة واربعين مكتب فيه ألف ما تحسبه ما تحسبه عفو منك أستاذ لأ شون حسبه هس مكاتب تسليم الرواتب غير مكاتب الصلافة هنا في تركيا يعني مكتب تسليم الرواتب فقط في يوم تسليم الرواتب يأتي بس اسمح لي أجراك خلي نقول بكل مكتب منذني المكاتب التلاثة منذني المكاتب التلاثة بكل منطقة مكتب واحد فقط يعني يعني 81 مكتب إذا نقول ألف ضحية هاي 81 ألف ضحية 81 ألف أزهار جبار 81 ألف أزهار جبار أزهار جابر أزهار جابر أزهار جابر يعني يعفوا منك خالة أزهار راتبة قليل أكناس راتبها كل شيء بير هنا أنا أهمينا إجيت واستلمت مبالغ بخما لدرجة أنه طلبنا حوالات باليد وخابرنا عن الناس بالعرب اللي يدبرون بالفلوس لنا لأنه تمثل يعني الجماعة ضربوا لهم بالميت في مليار دولار حسبنا الله لا قليلات قليل المليار دولار مو دينار يعني أصاره من سنتين جايز يعني بالرخم اللي حذرتك حسب يعني بالميتة خليسمعني خليسمعني محمد النداوي المخرج خلي أريد هاي التلمة أقولها إذا سمح لي محمد خليسمعني رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي اللي هو رئيس جهاز المخابرات الوطنية يا رئيس الوزراء يا سيد مصطفى جاي تسمع أبنائك وبناتك واخوانك وخواتك وآبائك وأمهاتك المتقاعدين والموظفين والجالية العراقية شوفوش قاعد يسر بهم قاعد تنهش بهم والذيابة وين المخابرات وين الداخلية وين السفارات العراقية بالخارج وين كون وين كون بسر دسأل وين كون أيام تبعد تدخلون حتى تحمون الناس وين ميثاق الشراف وين اليمين الدستورية وين يعني ألطم على راسي أشقه دومي شوكت تدخلون بعد وتحمون المواطنين العراقيين خليني زيدون مر خوستك أرجع الستة زهر ستة زهر نعم يعني شقدت جماعة أكلوا منت يعني مثل ما قال زيدون أضرب الأربعة عشرين ورقة في ثلاثة ورد الحد الآن الحد الآن أستاذ أنا بحدود 13 مليون 12 مليون ما أكلين مني احتيي لي بالورق احتيي لي بالورق بالورق تقريبا يعني وصلوا دفتر دفتر يعني حسبها سنة سنة وسبعة شهر حسبها سنة وتسعة شهر يعني الدفتر دي أربعة يقصون مني أربعة ورقات حسنا ما يخالف حسنا ما يخالف على عين وعلى راسي يعني الدفتر معناته حتى أكثر من الورقة بثلاثة يعني الورقة بربعة صانت والله شاهد ما عندي مصدر غيره والله ما عندي مصدر غيره كل ديال هساني حوله لا قوة إلا بالله العظيم يعني هسه بله أنا هاي دموع هاي المرأة العراقية هاي المرأة العراقية هاي أمك أختك خالتك عمتك يا رئيس الوزراء يا رئيس جهاز الأمن الوطني يا رئيس جهاز المخابرات يا ناس يا عالم أشك ثوبي هاي دموع الناس إلى متى ولكم إلى متى هاي الناس ينصب عليها إلى متى إلى متى يعني هاي أزهار جابر وزيدون أنا تخشخشت وطبيت وتقصيت وصال لي ثلاثة أسابيع أرتب وأتكتك يلا طلعت حلقة حت تكشف المستور أني أنا ما وصلت الله الله حالي يوم إن شاء الله يا أخو حقنا إن شاء الله ربنا موجود ربنا موجود أنت أزهار بالنهاية حتى أودأت وأرجع إلى زيدون والضيف الرئيسي وللي كلام كثير نعم شو تحبين اتناش دين كلمة أخيرة للمعنين والله أريد منهم يأخذون حقنا يرجعون حقنا ولو ماكو أمل يعني مع الأسف ما عدنا أمل بس عسى والعل السيد الكاظمي يعني إحنا عدنا أمل بي رجال طيب وجاي يخدم بس ما يقدر على ذول الحرامية بس الله أقوى إن شاء الله ويقوي عليهم رب العالمين إن شاء الله عدنا أمل بي رجال يعني الحد الآن تبق نفسي الحد الآن صاحة عني من الناس يعني أشوف رجال بس شي يلحق شي يشوف وش لقى قدامه يعني بس قولي بس الله قوي على كل قوي إن شاء الله الله القوي على كل قوي إن شاء الله ست أزهار جابر جنتي ويانا ضيفة من اسطنبول شكرا لانضمامش للحلقة شكرا عينيش نشكر اهتمامكم نشكر خدماتكم والله يجازيكم إن شاء الله على العمل هذا إن شاء الله إن شاء الله زميل المخرج اطلع لي فاصل قصير الله يرضى عنك وحتى أرجع أكمل ويا زيدون مشاهدين الكرام فاصل وراجع لكم رجعت لكم مشاهدين الكرام مع هذه الحلقة التي يعني مزعجة جدا بصراحة يعني أنا منزعج وحزين على اللي قاعد أسمع بهذه الحلقة زيدون تقول أكثر من دفتر قاصم مني خلال سنة وسبعة شهر لعد وين الورقة بثلاث ورقات إذا دفت أجل تقول لك أستاذ حيدرا هي بنود بالمنصة كل ما يتأخر الدفع تزيد عليها لماذا قلت لك أكبر ورقة بورقة بالمنصة أكبر ثلاثة أكبر خمسة يعني كل واحد يخبرني كل مستفيد يطيني رقم شكل جيد نعم أكبر أكبر رواية قاريها صارت مسلسل مصري سمها الوسية يعني الفلح يشتغلون عند الباشا الباشا طبعا هو أجنبي مصريين هم والباشا أجنبي الفلح يبقون طول عمرهم مديونين للباشا ويزرعون أراضيهم ويسددون الباشا وظلت هذه القضية إلى أن سقط النظام الملكي نظام فاروق ومن قبل أبو فؤاد وجدت الثورة والضباط الأحرار وأمموا البشوات ذولة ووزعوا الأراضي للفلحين يلا افتكت الناس منهم ومن ظلمهم يعني الجماعة نفسي الإقطاعية الظل أنت صاحب التراتب والسدد لحضرة جنابة بحجة منصة وغير منصة تمام لأنا غلطان زيدون صحيح صحيح أستاذ حيدر المشكلة يعني مو بهم كأشخاص زين يعني لأنه كل مكان بي زين ومو بزين يعني أنا كاليوم ما ألوم هم فعليا كأشخاص ومو بزين خلص أنا كهيئة أو كلجنة أو كطب النظر أنا كحكومة عراقية داريد أساعد ناس بره أخلي لهم فجأة مسؤولة معتمدة من سفارة من كونصلية من شخص من الدولة أتزلهم لجنة معتمدة أقول للعالم كلها هدولة هم تدري أنا قارئ جيد يعني عفوا منك تسليم الراتب تسألتني عليها تسليم الراتب هسا بش أرى أنا قارئ جيد للتاريخ أذكر بالألف وتسعمائة وتسعين واحد وتسعين لما الجيش العراق اختل الكويت الحكومة الكويتية طبعا راحت قعدت بالسعودية وهي قصة معروفة تعرف اشتغل تسوي الحكومة الكويتية توزق مساعدات رواتب شهرية على كل كويتي موجود بمصر وبالسعودية وباقي الدول وين ماكوا كويتي راحت السمارات الكويتية تزعلهم تزعل وحنا الجماعة يوزعون منصات تأخذ رواتب نحن الحسن تزعلهم تعويضات الكويت نعوضهم على الموات التسعين الجماعة اللي عندنا ده ياخدون ومحملين مني يا فوق نحن الجماعة تزعلنا منصات وشركات حتى الورقة تصير بعشرة ليس بورقتين نحن نحن لا نريد نظر مثلا انه كآلية مثلا كمنصة انه هي مثلا غلط بالعكس مثلا ساعدتنا سوايا عن طريق استخدام الصح بس نريد الجهة اللي مثلا تحكمهم بنظام مثلا اللي ما يلعبون مثلا أكثر بالمنصة أو بالمبالر أو يتفكون ويقدرون غيرون شي الريد مثلا انه الناس اللي طلعت مثلا على البنوك واختت مثلا تشفت بحساباتي انه أحد يمشي لهم بالأمور هاي يعني مو الناس مثلا ما خايفة انه تشتك أو لا اني أرخم الزوان كامل لان عندي عدي تواصلوا إياهم أكو بيهم راحة وأكو بيهم انحلت مشكلتهم أكو بيهم لا جيد أريد أسألك سؤال ثاني أكو بعض المكاتب بالعراق خارج العراق هو أبو المكتب الله مفضل عليه وعنده رصيد عالي بالبنك ويسلف يسلف الوادم ويأخذ أكو تشي هم هدولي هدولي هذا يروح يسوي حساب تاجر بناء على يطيك أجهزك أربائية أو بغض النظر هو شنو التاجر يعني الشي اللي ديه فضعة من إنجاز شنو المسمى ما تعدهم لا أنا أريد يعني تجار تجار شرفاء يعني عندهم ذمه وضمير من صدق يستقطع فائدة طبيعية أكو هي المشكلة باستخدام المنصة يعني هم مثلا من شرط اللي حاطينا عليهم أنه 20 مليون عراقي غرامة في حال أنهم اطلوا كاش مثلا واحد من البنو دوستاذ حي يعني هم فعليا ما جاي يطون كاش أو ما دي يطون عملة عراقية هم دي يطون دولار عن مدين هزمون مثلا أو دي يطون الواجهة مالتهم بالعراق أجهزة عراقية زين 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 يعني عفوا منك كمنصة أو كوسط بين التاجر هذا وبين المستفيدين العراقيين هو دي ينرتب بس أمور الاستقطاع ما بين الراتب التقاعدي والاستقطاعات ما التاجر اللي بصعم عليها المستفيدين زين هسا يعني فما يعرف هو هل يستقطع مقابل كات مقابل دين مقابل كات أنت نموذج أنت نموذج للتاجر الشريف لأنه لو كنت غير ذلك لا سامح الله ما طلعت على الشاشة بهذه الشجاعة وشاركتني عبء الحلقة الحلقة ترى صعبة اليوم هوية إحنا استاذي الحلقة من وراء وشعر وضغنا هوية حيتان أنت ما عندك الإمكانية أن تفتح حساب من مالك الخاص وتسلف هالعالم هاي الفقرة وتتوسع الفكرة مكتب آخر ومكتب آخر مكتب آخر يعني ما تكون كان يدخلون إلى الساحة تنافسون هاي الناس يعني عفوا منك أستاذ حيدر مو ما عندنا الإمكانية المادية قد ما عندنا الترتيبات ما لاتهب العراق الجراءات ما لاتهب العراق العدد الناس اللي موجود هنا ما أقدر والله إنه مثلا تسليم رواتب تفوت مبالغ هنا كبيرة الوضع في تركيا بشكل عام أوكي كأمان شرطة إلى آخر من وراء إحنا وجع راس اللي عايشين والمستقرين بتشغل بالجموح يعني أنت تشوفها صعبا يفتح على روح عين تتعرض المضايقة ممكن يعني إلى آخر يعني هاي ما بيانات نحن غير الجماعة اللي بالعراق يقول لك مثلا أنت تفتت على خط شغل أو على النظام فالفكرة ليس أنه نحن اللي مطلوب من عندنا ننسى بهذا الشي اللي مطلوب من عندنا يكون مثلا الجهة رسمية قانونية التي تضمن حق الناس وإن شاء الله فاني يعني لا أحد يلعب أو سر المطموعة الشخصي لأنه ننسى يعني يستغل أو ممكن أنه يعني صار برفوية صار الناس كلها رح تنظر مزيلا يعني هسا المنصة منصة إنجاز هي عبارة عن هي عبارة عن ستينة إذا كانت بيد مجرم رح تذبحك وإذا كانت بيد جراح ماهر رح تنقذ حياتك متمام نعم مثل السيارة تقدر تفخخها وتقدر توصل بها شو استخدام كنتشن للإداء اللي بيدك إذن الخلل مو بالمنصة المشكلة هي مو بالمنصة بس المنصة بها كمخلل كنقاط كنقاط قانونية بالعقود موالتهم مثلا قلت لك إنه ممنوع مثلا تطيكاش يعني هيش هم ونهو السلف عن طريقهم فعليا بس أنت تقدر أجهزة كهربائية يعني أنا من ده يجي استخطاع واجهت بصمت هل رح يبيني شركة إنجاز أنا أخذت اللاجئ لو أخذت كذا لا هو يبيني مثلا شركة ثانية أخذت إنتاج غضب نظر عن شنو برأيك هاي الشبكة الخاطئة أنت كخبير ما تقترح حتى نصلح الأخطاء الموجودة بهذه المنصة حتى تصير منصة حتى تصير سيارة مرتبة تودينها للشغل ليس سيارة مفخخة تنفجر علينا والطيار أول نقطة اعتماد شخص أو جهة اللي تقدم هاي القروض والسلف اثنين البنود مالتهم لحظة 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 شنو تقصد باعتماد الجهة اللي تسلف يعني تصير بضمانة مصرف حكومي أو بضمانة البنك المركزي تقصد لا لا هي قريدي تستقطع عن خلالهم بس احنا نقول كضمانة أنه مثلا التاجر هذا مسموه له فقط بش الله عن طريق الشخص شي معلن رسمي واضح للناس يعني قصدك تدقيق صير تدقيق بضط مو تدقيق فقط أستاذي يعني مثلا وقف أي شخص بالشارع يسأل أقول له والله مثلا اش قد يخطع مسائلتي مثلا على البنوك مثل الخروض هي ما بين واحد ونوص الخمسة معروفة أستاذ حيدري يعني الشي الكل يعرف بي والله مواني أروح وأسأل وأستفسر على مدعرفة الجهاز صحيح على الأولاء واش قد يستطعون صحيح منصة إنجاز محش هلا تبقى أداما للولد إجاد عالم حطة إجاز قسمة فلصة جيد بعد مثلا ينطلق برنامج ومن الناس مثلا نزلوا برنامج مثلا عالتالي فهم إنشاء الله الزين اللي يسووها الناس قامت تقدر تشوف رواتبها يم تتنزل قدر الاستقطاعات ما لا تبنان عليها أصلا الناس عرفت عن الجماعة يعني شفافية بالموضوع بالضبط شفافية بالموضوع زين بعد شنو النقطة الثانية النقطة الثانية بالنسبة للتجار يكون لمت محدد سلعة محددة ورقابة عليها كاستقطاع يعني أنا مثلا عندي الثلاجة اللي قيمتها كذا يكون هلقد بهلقد استقطاعها ثابتا للجميع السلف اللي صارت مثلا كل واحد حسب الراتب ما تدخل كل ما شان الراتبك على يطلع لك مبلغ أكثر هاي إن شاء الله همين ضررت ناسي وخربطت إن شاء الله تواهي جيد هكو نقطة ثالثة لو خلاص كنقاط ثالثة بالنسبة للجماعة هدولة أستاذ حيدر الموقع ما المنصة نفسه ماتت أنت كتاجر بالعراق تسوي مثلا بتركيا شغل تحديد مكان لكل تاجر ما رد نقيدهم عدم المواخذ مثلا بس يتخل شغل الله مثلا بالعراق يكون بالعراق شغل الله بتركيا لتسليم الراتب يكون فقط لتسليم الراتب هم جيد حتى ما يسر مثلا غلاف أو ضحك عن الناس اللي يسلم مثلا باسم شيا ويحشي شوف يعني هلو مستفيدين محدد لا لا أنت كمكتب يعني تستفادون من ما يزاد العملة يعني أنت لما ترحون تشترون 1119 دولار من البنك لو ما مسموح لكم مسموح طبيعي عادي يعني 119 حسب التصريف يعني مراته و 500 هم هش قد الكمية المسموح لك بها تاخذها يوميا 20 ألف دولار 20 ألف 20 ألف صغير هاي المنطقة اللي هاي 20 ألف اللمتي اللي ما اسموح لك يوميا 19 ألف لقد ها مش الربح مالك والله يعني حاليا ويا فرق التصريف تقربا بال20 يطلع عنه بالورقة ورقة ونص 20 ألف يعني إحنا كسطة 20 ألف 20 ألف شنو بالورقة على 20 ألف دولار يطلعنا تقريبا يعني واحد ونص 1500 دولار جيد هاي التوتل كاملا يعني مو كالتصريف هاي احنا سحبينها مثلا ونبيحها لتركيا مباشرة كيف شلون تم عملية تسحب هاي الأموال من العراق إلى تركيا باعتبار أنه المزاد بالعراق عن طريق مكتبك ببغداد وبكتبك يحول لك لو شلون عفوا منك إحنا كآلية شغلنا الطبيعية لشغل اللجنة هاي بالنسبة كشغلنا إحنا كمكتب صيرة فإحنا نشتغل عن طريق حسابات البنو وعن طريق حوالات الوسترن الحكومة تأخذ من عدة هنا مثلا بريبة إلى آخر فرق تصريف زين 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 بالنسبة لهم وما إجا وشونة حوالات وليس أخابر والله أنا على حدر حدر حبيب شونة يعني عدة خمسين ألف عدة خمسين ألف وإدي والله للمخرج محمد وأنا أحس من أنا أستلم من شباب أصدقاء خليه استيام زين ما تسعلي ولا شيء قانوني عرفت عنه زين يعني كلمة أخيرة شو تحب تقول عن طيك المجال يعني هو والشي رح نتحسبا عليهم وموكلين الموضوع المالتهم بإدله سواء المضرر اللي إجتني أو أصحاب المكاتب أو الناس وريد نشكر طبعا الجالية باسم الجالية العربية الأخوان الأتراكي هنا على حسن استفافتهم أنه ما قصره و الحسن ضيافتك استاذ حيدر في البرنامج موتك والتعبك بالموضوع هذا وجرتك وعدم خوفك من الأشخاص هذول الله يخوف عليهم إن شاء الله طيب يعني وطبعا من خلال برنامجك أي شخص محتاج أي خدمة هنا طبعا إحنا ما ننقصر يا استاذ حيدر إن شاء الله وبالنسبة للجماعة هذول أي شيء نحن نقدر إنه نساعد الناس على مد يسطولهم ويأخذون حقهم من عندهم إحنا ماذا جيد طبعا أنا أشكرك زيدون على وجودك وياي بالحلقة وعلى جرؤتك وعلى تفاعلك وياي ويطروحات البرنامج وأيضا أقدم اعتذار إذا أي جهة أنا رح تزايد بياها أو خدشت حيائها أو مشاعرها بس أنا بالنهاية مواطن عراقي وأحس بمعاناة المواطن العراقي وأبن هذا البلد وأعرف شنو معناتها متقاعدة كبيرة السن أكيد عمرها فوق الستين سنة متغربة لأسباب كثيرة يعني هي المرأة لو عدها مجال تقعد بالعراق قعدت بالعراق راتبها ستمائة ألف تدفع تاخذ بالشهر 130 ألف دينار وهي امرأة بالغربة فكل الجهات اللي ذكرناها بالبرنامج سواء تابعة لمنصة عنجاز سواء اللي تابعة للبنك المركزي الحكومة هذه المخابرات كل هذه الأمور والشركات اللي هي شركة الخير أو معرف شنو اسمها لها اللي ذكرت خالق سار عفوا منك أستاذ حيدر يعني احنا كلامنا عن الشركات هذه ذكرنا اسمهم لأنهم شركات أو جهات رسمية معترفة ونحن نخاطقهم ممكن تشويها لسمعتهم بالعكس أنا أشكرك زيدون لم يتبقى لي وقت كل هؤلاء إن شاء الله سلهم حق الرد في البرنامج مشاهدين الكرام وقفة قصيرة وراجع لكم بورقة التوصيات خليكم وياي حبيب استرحى هذه الورقة مال التوصيات بيها دعوة للمعنيين أدناه رئيس الوزراء وزير المالية وزير الداخلية رئيس جهاز الأمن الوطني رئيس جهاز المخابرات الوطني سفارات العراق في كافة الدول التي تتواجد فيها جاليات عراقية بشكل كثيف نضع أمام حضراتكم جملة توصيات راجين منكم دراستها والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن تحقيقا للصالح العام توصيات أولا مراقبة عمل كافة مكاتب الصرافة المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين في داخل وخارج العراق بالتنسيق مع السفارات العراقية وسلطات الأمن في تلك البلدان لمنعها من ممارسة أي نشاطات احتيال على المواطنين العراقيين ثانيا تكون الرقابة مالية وأمنية مع إمكانية منح تراخيص لعدد من المكاتب النزيهة لمنح القروض مقابل الفوائد القانونية المعمول بها على أن يتم بدء الاستقطاعات وإنهائها بإشراف المعنيين الماليين والأمنيين في العراق وخارجه ثالثا معالجة إشكاليات الضحايا ممن تعرضوا للاحتيال ومعاقبة المتورطين بسرقتهم وإعادة الأموال المسروقة وتعويضهم عنها رابعا وأخيرا تبسيط إجراءات الحصول على السلف والقروض من المصارف لضمان توجه المواطنين نحوها والاستعانة بها عوضا عن هذه المكاتب ولكم فائق الشكري والتقدير أسرة برنامج توصيحات يعني نتمنى أنه هذه الأمور التوصيات توصل إلى المعنيين وينفذوها ما بقى إلي إلا أن أشكر ضيفي العزيز زيدون التميمي الذي فاتني أن أشكره وأودعه بسبب تفاعلي مع القضية وأشكر السيدة إزهار جابر اللي كانت أيضا ضيفه وأشكر كادر البرنامج المميز اللي رافقني بهذه الحلقة وعلى رأسهم المخرج المبدع محمد جلال النداوي إن شاء الله ألتقيكم في حلقة مقبلة من توصيات بعد أن أحييكم أنا حيدر حسين علي في مالله اشتركوا في القناة